بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وزهلا بكم في المحاضرة الثانية من ورشة كتابة وتصميم السيرة الذاتية في هذه المحاضرة رح نتناول مكونات السيرة الذاتية طبعا من مكونات السيرة الذاتية أولا والشيء المهم هو البيانات الشخصية البيانات الشخصية تتكون من الاسم الثلاثي يجب كتابة الاسم الثلاثي بلون بارز وخط واضح وسلس القراءة يجب أن يكون لون الخط بخط مثلا بارز وواضح مثل لون أسود أو لون مثلا أزرق فاتح أو مثلا لون نيلي ولا يفضل كتابته باللون الأحمر خصوصا إذا كان الاسم كبير لأن اللون الأحمر عادة يزعج العين وبالتالي يسبب إرهاق في القراءة الجزء الثاني رقم الهاتف يجب أن لا يوضع أكثر من رقم لنفس الشركة مثلا رقمين لشركة زين أو رقمين لشركة أسيسيل ومن غير المستحسن وضع التليفون الأرضي في حال توفره لديك طبعا في الجزء الثاني نخلي رقم التليفون الخاص بنا ويفضل أن يكون الرقم الشخصي يعني في حال أنه إذا كان ذكر يفضل أن يضع الرقم الشخصي الخاص به يعني لا يوضع رقم والده أو رقم أخو أو رقم زوجته أو رقم مثلا ابنه هو يفضل أن يكون رقمه حتى عند الاتصال يكون الاتصال به مباشرة ولا يفضل وضع رقمين لنفس الشركة يعني أنا أخلي رقمين أثير أو رقمين آسية أو رقمين كورك طبعا هذا الشيء رح يسبب انطباع غير جيد بأن عندك أمر ما أو بأن عندك خصوصيات غير محببة للشركات ويفضل أن تضع رقمين لشركتين مختلفتين يعني رقم آسية ورقم زين هذا جيد ولكن رقمين لشركة زين ورقمين لشركة آسية لا يفضل وضع هكذا أمور طبعا لا يفضل وضع رقم التليفون الأرضي لأن محتمل أن التليفون الأرضي عادة يوضع في البيت أو في الشركة أو في مكان ثابت ومحتمل أنت ما موجود بهذا المكان وعند الاتصال ممكن يرد على الاتصال شخص آخر غيرك وبالتالي ممكن لا يعرف هل أنت فعلا مقدم على الوظيفة أم لا وممكن أن يتم رفض الاتصال أو وبالتالي ممكن رح تخسر فرصة المقابلة البريد الألكتروني يجب أن يكون البريد الألكتروني باسم رسمي دون استخدام أسماء مستعارة كأسماء الدلع أو الألقاب الفكاهية لأن ذلك يدل على عدم الجدية والغير نضج يعني مثلا يفضل أنه الاسم يكون رسمي باسمك يعني في حال أنه أنت عندك إيميل مثلا دودو أو مثلا حمودي أو مثلا غيره من الأسماء الدلع يفضل أن تصنع أو تنشئ إيميل جديد طبعا يفضل أن يكون الإيميل الرسمي خاص باسمك خالي من الأسماء الدلع أو الرموز ويفضل أن يكون بسيط وسلس عند الحفظ الجزء الآخر من مكونات السيرة الذاتية هو التعليم وهو الجزء المهم طبعا في هذا الجزء توضع الشهادات الحاصل عليها الأكاديمية والدورات التدريبية طبعا الشهادات الأكاديمية مثلا دبلوم باكالوريوس ماجستير دكتورا وهكذا والشهادات التدريبية يعني مثلا حاصل على شهادة في برنامج فوتوشوب حاصل على شهادة في برنامج وورد حاصل على شهادة في التنمية البشرية حاصل على شهادة في الإسعافات الأولية وهكذا جميع الشهادات الحاصل عليها توضع في هذا المكان باسم الشهادات الحاصل عليها اللغات طبعا لا يفضل كتابة اللغة العربية لغة الأم في حال أن السيرة الذاتية مقدمة لشركة أو مؤسسة عربية باعتبارك جزء من المجتمع العربي فحتما أنك تتكلم عربي يعني أنت ذا مقدم على فد مؤسسة عربية في العراق أو يعني في الوطن العربي لا يفضل أن تكتب من ضمن اللغات اللغة العربية أكيد باعتبارك أنت جزء من الوطن العربي أكيد أنت تتكلم عربي باعتبار أن السيرة الذاتية أو CV معد باللغة العربية فحتما أنه أنت تجيد اللغة العربية فبالتالي لا تثق الكاهل القارئ بشيء هو من الأساسيات والبديهيات الخبرات السابقة في هذا المكان في هذا الجزء من السيرة الذاتية يتم وضع الخبرات السابقة مثلا عملت كإداري في معمل ما عملت مثلا منسق علاقات في شركة ما عملت مثلا موظف خدمات في دائرة حكومية أو في مؤسسة أهلية وهكذا هذه الخبرات السابقة تكتب ويفضل كتابة الخبرات السابقة من الأحدث إلى الأقدم ويمكن وضع الأعمال التطوعية أيضا طبعا توضع الخبرات السابقة من الأحدث من أحدث خبرة كنت تعمل بها قبل أتقدم هذا السيفي إلى الأقدم وطبعا في حال أنه لو شاركت فيها الأعمال التطوعية مثلا الحملات الانتخابية أو الحملات التعدادية للسكان أو مثلا حملات العلاجية عند الحروب وهكذا أو الحملات الدينية أو الحملات التظاهرية وهكذا من الأعمال التطوعية يفضل كتابته في هذا المكان ضمن الخبرات السابقة المهارات والخبرات تكتب المهارات والخبرات التي أمتلكها كمثلا خبرات برامج الحاسوب التي تجد العمل عليها أو مثلا الخبرات الفنية مثلا الخبرات في المجال الإعلام أو الخبرات في مجال التسويق أو الخبرات في مجال التكلم مثلا الخبرات في مجال العلاقات وهكذا تكتب جميع الخبرات والمهارات التي تمتلكها في هذا المكان ضمن عنوان المهارات والخبرات الشخصية أو المهارات والخبرات القدرات الشخصية يفضل أن توضع القدرات الشخصية على شكل نقاط مثل طبعا القدرات الشخصية مهمة جدا وضرورية تساعد على الالتفات نظر القارئ مثلا كنت أعمل كمدير لعلاقات العامة وكانت نسبة رضا العاملين بالشركة مثلا كذا نسبة طبعا في حال أنه هذه القدرات لو توفرت تكتبها يعني مو أنت تجتمثل أو تصنع هذه القدرات من يمك لا في حال أنه فعلا كنت تعمل كمدير لعلاقات العامة إجمالي الحضور في ساعات العامة الكافة هو مثلا في حال لو أنت كنت تعمل في شركة ما وحافظ تاريخ المباشرة في هذه المؤسسة وتجد تقدر عدد الساعات وتكتبهم حتى يعرف القارئ أنه أنت عندك خبرة في العمل في المؤسسة القديمة طبعا زادت أرباح الشركة بعد تدخلي في أعمال الشركة إلى هلقد نسبة مثلا يعني تبين للقارئ أنه أنت موظف فعال وساهمت في زيادة أرباح الشركة وزادت نسبة إنتاجة الشركة إلى هلقد بالمئة وأيضا تبين للقارئ أنه أنت عندك القابلية على الإنتاجية وأنت فرد منتج يمكن الاستفادة منك في الوظيفة الجديدة ملاحظات أخيرة من الأفضل كتابة الأعداد بالأرقام وليس باللغة العربية وذلك لسهولة القراءة وأن لغة الأرقام تدخل إلى العقل بشكل أسرع يعني في حال أنه أنت تكتب أنه تعمل في مجال الحاسوب لمدة عشرة سنوات يعني يفضل أن تكتب العشرة رقم وليس تكتب عشرة سنوات طبعا أولا لسهولة القراءة يعني لما يجي القارئ يقرأ رقم مو مثل ما يقرأ كتابة نص خصا بعض الأرقام تكون كبيرة قراءتها صعبة في حال لو كانت نصوص وثاني أنه ممكن يحفظها يعني ممكن أنه لما نشوفك بالمقابل راح يقول لك أنت اللي اشتغلت عشر سنوات مثلان شركة راح يحفظ الرقم بسرعة يفضل وضع المصادر والمراجع أي جهات يمكن الرجوع إليها في حال التأكد من هذه البيانات ما يعطي قوة مصداقية للسيرة الذاتية طبعا يفضل أنه يعني لو عندك شهادات يفضل أنه تخلي مصدر لهذه الشهادات يفضل أنه لو مثلا عندك نسخة من هذه الشهادات والبيانات يفضل أنه تصورها سكنر وترفقها في رابط معين وتشير إلى هذا الرابط في نهاية السيرة الذاتية من حيث يمكن التأكد من خلال هذه الشهادات من خلال الرابط التالي أو ممكن في حال أنه بعض الشهادات تكون فيها سيريا النمبر مربوطة بالويب سايت الخاص بالمؤسسة ممكن تربط هذا السير النمبر تخليه بنهاية السيرة الذاتية حتى يستطيع القارئ التأكد من صحة صدور هذه الشهادة يفضل كتابة في نهاية السيرة الذاتية آخر تحديث أو تكتب السيرة الذاتية محدثة بتاريخ كذا كذا حتى يعرف أنه القارئ أنه هذه السيرة الذاتية محدثة بتاريخ معين ويعرف تفاصيل تاريخ كتابة هذه السيرة أمور ملفتة يفضل كتابتها طبعا هناك بعض الأمور ملفتة تلفت نظر القارئ وتجبره على مقابلتك طبعا هذه الأمور جدا مهمة أنا صح بكتابتها وهي بسيطة وطبعا فعالة إلى حد ما مثلا أولا لا يهمني العمل داخل منشأ كبيرة أو صغيرة وإنما يهمني يكون هناك تناغم كبير بين فريق العمل طبعا هذه الجملة ملفتة وجملة إيجابية وجملة تجعل صاحب العمل يتلهف لرؤية كاتبها وهكذا بقية الجمل أيضا رح نقرأهم أود أن أتعامل مع قاد أو مدير يدفعني دائما إلى الأمام مما يساعدني في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام يهمني التقدير المعنوي على نفس مستوى التقدير المادي في الوظيفة لأنه يشدني في هذا المجال طبعا هذه الجمل يفضل أن تكتبها سواء أنه كلها تكتبها ثلاثة أو إحدى هذه الجمل أو عندك جمل أخرى إيجابية تقدر تضيفها إلى هذه الجمل الثلاثة طبعا الجزء النظري اكتمل وإن شاء الله نلتقيكم في المحاضرة الثالثة وستكون أولى المحاضرات العملية وإن شاء الله راح نتناول بها تطبيق عملي لتصميم السيرة الذاتية على برنامج ورد نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر